بما أننا بنتكلم عن منتخبنا الوطني أسامة شايف مباراة بكرة إزاي لأنها بيني وبينك مباراة صعبة جوه الملعب وبرا الملعب يعني إحنا نقدر نتكلم أكتر عن جوه الملعب لكن وإنت عارف كويس جداً أن إحنا يا ما واجهنا مثل هذه الظروف سواء مع المنتخب أو مع النادي جوه الملعب حاجة وبرا الملعب حاجة حتى الآن حتى الآن الشكل العام اللي إحنا شايفينه أنه الأمور جيدة أن كل الأخبار اللي جاية من بعثة منتخبنا الوطني من الكاميرون بتقول أن الأمور خارج الملعب حتى هذه اللحظة جيدة هي يعني مباراة التصريحات خارج الملعب زمانهاك بتقولها كافين إسلام وبرضو هتكون داخل الملعب خلاص أنت بتقفل الملف بتاع التصريحات بكرة مع نزول اللعبة للتسخيم نادي المنتخب مصر بيمر برضو بظروف صعبة عنده أحد الركاز الأساسية عنده أحمد حجازي وهو من المدفعين اللي عاملين بطولة هيلة جدا بكرة منتخب الكاميرون بيمتاز بكرة العرضية كان هيفرق معنا وجود أحمد حجازي لكن إن شاء الله الونش موجود أيمن أشرف موجود محمد عبد المنعم اللي إحنا كنا هنا صلتنا ضوء عليه في قناة الأهلي في برنامج الأشبال ضوء عليه ودلوقتي ما شاء الله أحد الركاز الأساسية في منتخب مصر فبكرة إن شاء الله رجالتنا أدها وإدود إن شاء الله إضاروا يصنعوا المستحيل آه التحكيم وبكاري جسامة الملعب الجمهور لكن إن شاء الله عندنا إحنا الهدف الأرض مش عايزين نتكلم عن بكاري جسامة مش عايزين نتكلم عن أي حاجة ولكن إن شاء الله بكرة يكون منتخبنا الوطني في الموعد ويستطيع أن يفوز ويصل إلى المباراة النهائية ويفوز كمان بهذه البطولة ويستطيع الحقيقة منتخبنا الوطني أن يرسم البسمة على شفاة كل الشعب المصري شكرا شكرا